طيب هنروح للكرة الطائرة كرة الطائرة يعني الدولي ابتدى بيلعبه كل يوم اتنين وجمعة اتنين وجمعة بكرة عندنا مباراة اسكندرية للبترول بدوري جاء لكرة الطائرة وطبعا بكادة الكابتن محمد مصالح يميدو وهيلعب طبعا المباراة على صالة الامير عبدالله الفيصل الساعة السادسة في رئتنا طبعا كان كسبة المطرين اللي فاتوا الاعلاميين والظهور بنتيجة 3 صف الاهلي بيلعب في المجموعة الاولى فيها سبورت انجليورب سكندرية للبترول الزهور الاعلاميين انا بس عايز اتوقف على حاجة هنا يعني عايز اقولها برضو الجمهور النادي الاهلي وادي طبعا النادي الاهلي بيحترم الجوانب الانسانية مع كل لاعب عندنا اللاعب المحترف الامريكي المحترف فيه صفوف الكرة الطائرة اللاعب زي ما حضراتكم عارفين تأخر انضمامه لفريق الاهلي لانه طبعا الدوري ابتدى متأخر فهو انضم في شهر اكتوبر الماضي واتمر مع الفرق فيه حصل له زر في طارق زوجته الحقيقة في الولايات المتحدة الامريكية حالتها الصحية يعني تعبت ويعني عندها اصابة قوية يعني ربنا يشفيها يا رب فهو قدم بطلب للنادي الاهلي ان هو يسافر لزوجته يتطمن عليها اسبوعين والنادي الاهلي وفق له الحقيقة دي لفتة طيبة جدا جدا من النادي الاهلي هو ده النادي الاهلي بالرغم انه لاعب محترف ومضي عاد مع النادي الاهلي ولكن علته وزوجته وهو لاعب يعني مش محتاجة الكلام عنه هو لاعب تراث فريد يعني فاز مع امريكا ببرونزيت بطولة العالم من سنتين ولاعب لعب الولمبيات اللي فاتت فهو لاعب مستوى فريد يعني فاللاعب طلب ده وقال ان انا عايز اروح لزوجتي في امريكا تطمن عليها لانه عندها يعني يعني اصابة خطيرة الحقيقة ويا ربنا يا رب يشفيها ويشفي كل مريض هو مش مركز فطلب ان هو يروح يتطمن عليها عشان يعود لتركيزه تاني ويبرز الناحية الانسانية النادي الاهل امره دايما احنا الرياضة دي لأول اخر رياضة ولكن الناحية الانسانية دايما النادي الاهل بيقدمها خطوات طبعا عن اي اي امور تانية وحبيت طبعا اوضح لحضراتكم وانا قبل وطبعا مطلع الهوة احكدت من ذلك واتكلمت مع كابتن محمد مصالح حميد وايضا اتكلمت مع كابتن رقوف عبدالقادر واذا الموضوع كما زي ما قلت لحضراتكم عشان لو ما شفتوش اللاعب الفترة اللي جاية هي دي القصة انه اسبوعين ان شاء الله وهيرجع تاني ينضم للفريق وقدر ينتظم معاه وان شاء الله نتمنى لزوجته كل الشفاء العاجل بإذن الله عشان احنا طبعا لتمنى طبعا السلامة للجميع